عندما كنت في الكوليج وفي الليسي كانوا ينطفوني شيء يحبوني كانوا صراحة يمرضوني ويعنقشوني في حياتي في المرحلة من حياتنا كوليج وليسي كنت تكون شوية مراهقة لأنك أي شيء يجب أن تتعرفينا بشكل سلبي وأخاك نكبره بالنسبة للحبوب بالضبط إذا نضع لك في الوجه ديلك لا تبقى تشعر براسك آليز وكتشعر براسك بسي شيك مو وكتشعر براسك مرشعة بالنسبة للموضوع العناية بالبشرة وكيف نتخلصهم الحبوب كيف نتخلصهم الحبوب كيف نحن كاملين كما قلت لكم احتنا في واحد الوقت في الكوليج وفي الليسي وعارف الإحساس ديلك اخي اناق فاش كنشوف تستحابك معك في القسم لوجه ديلك المصافي وانتا وجهك في الحبوب دكسي علاج خوك اناق درد حلقة دي غدا نوريك حواج اللي مخسك بخديره غدا نعطيك روتين روتين اللي هو سهل بسيط اللي غدي يتبعوه باش حصل على واحد البشرة اللي هي صحية زوينة وما فيهج لحبه قبل ما ابدأوه لكن انت اول مرة كنت اشترك الفيديو ومرحبا بك معنا في عائلة الانرحي اشترك الفيديو كما نعرف الوجه دينا هو المرايج دينا هو هذيك الحاجة اللي يشوفونها هنا من يكون في الحبوب ما نحسون برأسنا قليلا ما نحسون برأسنا مزايرين وما عندنا شخص اشترك الفيديو باش نواجهوا الاخرين هنا سنمشي ونمشي بلاباز حواج اللي هم بساطة اللي نغفل عليهم ولكن عندهم واحد كبير على الوجه دينا أول حاجة هم اللي يدين دينا هذه اللي غفل بجدونا في جدونا ايدي دينا سيقوم بميزة ونقسو بهم في مسجح من جدوهم ونقصو بجدونا موجود الانرحي وينطلون بكترين بالنسبةل ان يكون بكترين ميكروباتش كما نقوم بعمل ونحكو ولا يمكن بإعادة شرع لدينا واحد طبيعية الانرحي توليينها على نهاية السوق نتمكن من طعمه نضع اغراض نجد بنسبة حواج و厘ًا هو أن نضم على الإجهار وبينهين يتحدث ونخطить الجهاز فلا لا نريد أن نحاول المنزل ونصنع لنا سوف نماتل بكتري ونقوم بمكروبات واحدة 80% على الأقل اتاني شيئا لن أقوم بإضافة لا يكتبون عليها هو الهوسئة الخدية تحتاج شخص للهوز كل الاشياء يجب أن نبدل الهوز الخديية لماذا؟ لأني اريد أن نضع راسنا على الشعرنا ووضعنا لأنه يفرض على الكثير من المثال قد تشعرنا نفسه عن ريوغ كما نريد أن نتعلم وراء نفسه وانا يجب أن يكون الريوغ في الخديية وأنه يجب أن نبدل الهوز كل الاشياء و هنا يزول البكتيريا و هنا يسبب لنا لحبوب وزيب لنا لأثناء الحواج ومشاكل في البشر هوس الخديية 20 أو 30 دقال سوف نشري 1-3 أو 4 ونبدأ بهم ديما كل مرة نبدأ لهم ونعطي الوليدة سبنا لي ونعطي المراتيد سبنا لي ونصبنها الراسي حتى في النعاس سوف يتفيدكم لأن تضع رأسك على الهوس الذي هي نقيه في الريحة التي تزوينا لأن تضع رأسك على الهوس التي هي مسخة ونقيه وليس بساطح ويسهل نغفل عليهم ولكن لامبك كبير صرت على البصرة لأنها تتربح الشكل الذي هو كبير سوف ندخل معقول سوف نمشي ونعطي ونبدأ الروتين قبل أن نمشي ونبدأ نمشي ونبدأ نمشي على الروتين يجب أن نعرف أن نوع البصرة هو الأولى بصرة دهنية بصرة جافة بصرة مختلطة فيها الجافة والدهنية ومن طبق الحياة هنا البصرة العادية البصرة النورمال لأنها لم يكونوا مشاكل لأنها مزيانة وصحية سوف تسويني وقال لي كيف سوف يفيدني لأعرفت نوع البصرة سوف نعطيكم هذا الروتين سوف نستعمل فيه منتجات سوف يكونوا على حساب نوع البصرة سوف نشرح لكم بطريقة لأننا نستعمل بصرة مخصصة البصرة الدهنية لماذا؟ لأن هذا الروتين مخصصة البصرة الدهنية لا تكون دهنية لا تكون دهنية لماذا استعملنا على بشرة جافة هي جافة سوف يزيد الجفافة لأنه لا تكون مزيدة لماذا نستعمل بصرة الدهنية لبصرة الدهنية ومخصص البصرة الجافة لبصرة الجافة هل سوف نعرف النوع بالنسبة للبصرة الدهنية تكون تقريباً كامل بالنسبة للبصرة الجافة وكما تكون مختلطة هذا الجوج والذي تسمى بشرة مخصصة لماذا تكون هناك ثلاثة ولكن بإعجاب سوف نحاول أن نتعرف على جوج سوف نقول لكم بشكل جديد ولكن جوج اللي سوف نتعرف عليهم هم جيدة لاحظة الحاجة الدلالية وبقى فيه الحال لا تتبينيش في انستغرام انستغرام سوف نضيف تصور ريليزات ستوري اللي تقدروا فيديوكم قبل ما تكمل الفيديو سوف تدخل انستغرام خليل بيب.علاوي سوف تترجع تكمل الفيديو أول حاجة في هذا الروتين هو الغسيل للوجه سنقص لوجه دينا جوج دي المرات في النهار مره في الصباح من الفيديو ومره في الليل قبل ما نقص في هذا الروتين هنا سوف نقص لوجه دينا بغسول بكلنزر ليس بسابونة عادية ولا سابونة التي نقص لدينا هناك فرق سوف تأخذ سابونة بمكانة و سوف تغسل بها وجهك و سوف تغسل كالطير الحويج و سوف تغسل في السابونة التي يستطيع المسامات والحبوب هذا المرات يجب أن نقص لوجهه في حالاتها سوف نقص لوجهه و سوف نقص لوجهه و سوف نقص لوجهه هنا لوجهه دينا بكلنزر منظف و غسول و غسول الوجهه تشاهدون؟ لذلك لوجهه دينا بكلنزر و سوف نقص لوجهه و سوف نقص لوجهه و سوف نقص لوجهه لكي نستعملوا البرودوية بالنسبة للغسول لا يوجده على حساب نوع و لا يوجده على نوع و هو نقص لوجهه لذلك يجب أن نقص لوجهه و سوف يقص لوجهه و سوف نستعملوا الكريم لتها جوجه وهناك كريم تحصي و سوف يقصي سوف نقص لأمازل فهو يوجد الكريم لكن كريم تحصي يوجد الكريم تحصيل و كيف سوف نستخدمد تقصى كيف تحصيله بطريقة بسيطة سوف تتعارف بجمع فهو لا توجد مشاهدين هذا الشيء سوف أشرح لكم لأنكم لم أردوا ما يشرحوا لكم في وقتكم لم تتعرف هذا الشيء ولم تتعرف أي شيء من هذا الشيء ولكن انت معك فقط أنا سوف أشرح لكم هذا الشيء قليلا بالنسبة لكريم كريم من اسميها تأدرات لنا البشرة تغذيها وتخليها البشرة التي هي صحية وتشعلها وبالخصوص فضل فصل البردو الشح كما تعرفون فضل فصل هذا تخليها البشرة التي تقول أنها لا تقشر فقط هنا تتعاون كريم لكي تغذيها البشرة بأنها تتكلمها وطلقها تحلقها أما بالنسبة للناس التي لديهم البشرة فهنا سيستخدم كريم كريم مخصصة للناس التي لديهم البشرة دهنية نسبة للبشرة الدهنية يكون لدينا لكسة للمادة وهي لديها السيبوم وهو جيدار الذي يكون في البصرة والتي يحمي البصرة من البكتيريا والميكروبيج وكما يكون لدينا فائد في هذه المادة التي هي السيبوم يجب أن يرصب بثائف إفرازات دهون التي تجعل لدينا بصرة مزيدة وذلك يجعلنا الحبوب والبوانوار في الدور الكريم يجب أن يقادلنا الإفراز للمادة السيبوم يجب أن يقادلنا الإفراز لا يجب أن تفرز شكل كبير لذلك يجب أن يقادلنا الإفراز كبير في هذه المادة وهنا لدينا مجدسة يجب أن يتفصل بشوية بشوية وهنا لكي تشعر من الواجه لديك لذلك يلاحظون أنه يجب أن يتفصل الوجه لا يجب أن يتفصل الوجه ومزيد وسيلاحظون حبوبين لا يجب أن يتفصل كما أردت لكم بالنسبة للمشاهدة الجافة يستعملوا كريم إدراطون والذي لديهم بشرة دهنية يستعملوا كريم بيروفيون هذا هو حواج ومال حواجة من الأولى وهو رئيسيين تقصي لوجهه ومسوريزر 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 لكي ترطبه ومسوريزر ومسوريزر ثالثة نظف نظف البشرة عن طريق عن طريق سكراب يجب أن تساعد من مرة في سنة مالا لكي نظف هذا من الداخل يجب أن نظفهم جيدا ويجب أن تقوم بخلايا الميتة والبشرة الميتة التي تكون في البشرة دائما نحاول أن تقوم بسكراب حتى تولف بعد هذا الروتين وتقصي لوجهه ومسوريزر ومسوريزر وعادة بدأت تدخيل سكراب ومسوريزر لكي تستطيع تقوم بفعل كل شيء من البداية ومعارة ومعارة أخر شيء نصيحة التي نقفلها كاملين ومعارة يجب أن تقوم بمسوريزر ومعارة 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 لا نشرب الماء ومعارة 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 هكذا ومعارة شكرا